السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية ثانوية شعبة علوم رياضية تقنية رياضي الى اخرهم اليوم شاء الله راح نديرو مراجعة عمل الفصل الثاني نديرو يعني من كل يعني من كل تمرين محتمل انه راح يجي في الاختبار راح يعني نديرو اول تمرين راح يكون هذا الجدول هذا الجدول غالبا وفي اكثر الاحيان يجيكم هذا تاع verb noun adjective يتبعكم حتى للباكالوريا اوكي يتبعكم حتى للباكالوريا روحوا نشوفوا عدنا هنا يا verb الفعل noun اسمه الاجكتيف الصيفة عدنا الفعل تورغنايز اوكي الورغنايز اوغنايز يعني احنا يا قولولي باش نصنعوا noun ولا adjective في اغلب الاحيان ولا تسعين بالميار انا راح ينضيف لهم اضافة مع الاخير هنا في النون شوفوا هنا وزدنا زدنا هذا ايشن اوكي هنا راح تمشي معاها هذه ايشن نديرو اوغنايز شنص انو هدا مايبانش ملاح مبدلوا اللون بارك نديرو اوغنايز شنص هنا هذي الأ vomit ترجع Kane هنا يعني النوم 열어�кив وسيطلع الاضافة تاريخ سواء hi إذا شفت الكلمة ترفع اضافة ايشن اوكي سواء بالتي سواء بلا تي اذا شفت الكلمة تتوالم معها ايشن حطها في النوم ونرد بالك وتحطها في الاجكتيب عمرك ما تلقى ايشن مع الاخير اوكي ايشن مع النوم هنا الاجكتيب راح تكون ارجنايزد نفس الشي نحو ال اي مع الاخير او نجقي ارم ويجضع INSS او ثيرت او ثيرت ايشن مع النومawa اكترا كلا او ثيرتك تفعل الفعل يجب ان تنحيه اي و تتحركه كامل تصنعوا اجكتيف زيدوا لها ايدي مع الاخر إلا كانت صح صح خطرات تمشي معها الايدي خطرات تمشي معها الايدي اوكي كي تحصلوا وقع باش متخلوش الاجابة تحكم فارغة مع الاجكتيف زيدوا لها ايدي اوكي الاخر كلمة هي تشير ييبو هنا عندنا جمعها النون هو تشاري تي اوكي هنا تشاريتي معدنش هنا اوش يقول له معدنش الفعل التاح اوكي وهنا بالنسبة للايبول ايضا ايبول اه تقديروا تلقاوا فيها الاجكتيف اوكي مهما اعطيتكم اغير بعض الافكار باش ما تغلطوش يعني في تمارين مثل هذي ننتقل الان التمارين الثاني اذا هنا يعدنا اه هذي ثاني يجيكم بزاف يعني في الباكالوريا هذا النوع الاسئلة وهذا النوع الاسئلة عنده اجابة متعددة اوه 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 المضارع هانا اعطاها لك جملة سهلة اعطا لك من المبارع راح تحولها للماضي روح وشوفوا المثال الموالي قل لك I ordered him wait until the shark the sharking is over هانا ثانية حيطي لك هكا I ordered him I ordered him هانا وش اعطا لك شوفوا الجملة تحكي بدأت دينك بفعل كش غروي يقول لك امر اصلا كلمة ordered تعني انا يطلب منك ويقعني احنا نعطي لك امر واي جملة تبدأ مباشرة بالفعل هي راية في الامر كي تبدأ لك الجملة مباشرة بالامر هانا ما راحيش شوفوا ما راكش احد إليميني هاذو اكيد ما شك رايح تحط على فيهم ذات هانا رايح تحط two على راني راح تحطي two لانه الفعل التاعي شوفوا الجملة تعبدت بفعل هانا الجملة تعبدت ببئت ضامير اوكي سو وش نقولو هذي اسهل حاجة كي يعطوكم اه الاخر هى اردرد مي تو ويت خلي هكي ما راهي انتل السنوه هنا عطي نزوش افعل انتل ذا شاكن 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 عفون شاكن هني ايز رجعها للماضي عطي هنا في الموضاني رجعها للماضي ترجع ووز شفتو اللولا بدات بفعل زدنا two وخليناها كي ما راهي بصحة الثانية ما نقدرش نديرو مراتو لانها ماشي بداية الجملة رانا نكملو نديروها فالماضي ووز اوفر وحط النقطة ناحية دقل عارضتين وكمل هنايا الجملة الاخيرة وش تقولك عفوا ندولنا الجملة he informed us he informed us tomorrow we will الفعل التاعنا will راهو في المستقبل the victims we will visit the victims of the disaster هناك يكون عدنا في المستقبل وشنا راحين نديرو عادي اعطالك he informed this one we will he informed as that we have the will تبادل هذه انه راحين نحولها في نهاية الجملة هذه وين راح ترجع would we would visit the victims of the disaster هذه tomorrow tomorrow كانت غدوة نحن نقوله بعد غدوة غدوة بعد غدوة هي the day after شفتوا tomorrow كيف تحولت tomorrow هاي لك رجعت the day after متفاهمين كي يعطيها لك دايما عفون جيبها مع الأخر وحولها the day after زيت ناطيكم معلومة في هذه مثلا لو كان يعطي لك الفعل هذا اللي قبل نقطتين وعارضة هذا the reporting verb الوكون يعطيه لك في المضارع ما يعطي لكش فيه ed المهم انت ما تصيبش فيه ed اوكي يعني ما تصيبوش محول للماضي قادر يعطيه لك ما فيش ed بساحة لك انه irregular verb المهم اذا عطيه لك هذا في المضارع الجملة تجعلهم كمارهم نحي هذا اكيد وحط ذات بصحة الجملة خليها كمارهم ما تبدل فيها هلو متفاهمين هو اكيد ما شح يقبالك يعطي لك خدعة في وسهم ما يعطيه لكش في الماضي يعطيه لك في المضارع اذا صدت هذي الفعل في المضارع ما شلس قمعها ايدي خلي الفعل خلي الجملة كمارها يزيد لها هنا ينحي هذو العارضتين اكيد وحط ذات ولكن الفعل ما تبدلوش متفاهمين الان التمرين الموالي وهو التمرين رقم ثلاثة قل لك cross the silent letters ديرنا x على الحرف الصامتة هنا weather weather هنا عدنا دائما كتكون عدنا w في اغلب الاحيان ولا دائما مورها h h هي اللي ما نطقوه اوكي هنا frightening هنا في اغلب الاحيان في اغلب الاحيان هذه g وال h ما تتنطقش وخطرت نطقها f لكن في اغلب الاحيان ما تتنطقش هنا انا قل لك short هنا ال r ما تنطقتش ماما اوكي هنا عدنا night night هاي لك عدنا g h اغلب الاحيان ما تتنطقش هنا talk نطقها كنتين احنا ما ناش امريكيين و ما ناش انجليزيين نقولوا talk بصح ال l يعني نقوله talk هنا yate الاخت هنا ch ما تتنطقش اوكي في اغلب الاحيان اعطوكم هذا المثال تعيات يعني ch ما ننطقش متفاهمين نروحوا للتمرين الموالي تمري رقب 4 filling the gaps with املأ لنا الفراغاتوي نيو كلير نووي نكتبها لكم هنا ممكن نووي سايسميك زلزالي زلزال Earth wake زلزال زلازل لانها رايجمع زلازل وعدنا humans بشر الناس اوكي الجملة تعنا تقول in its most general sense the world the world earthquake is used to describe any event قل لك هنا يعني في المعنى العام انه كلمة الزلزال تستعمل باش توصف النووي to the event حدث زلزالي اوكي يعني هنا نكتبو سايسميك زلزالي سايسميك حدث زلزالي اوكي whether natural or caused by قل لك يعني تكون يعني حادث طبيعي ولا شيء ولا يعني حاجة جت بسبب شكور بسبب that generate سايسميك waves are caused mostly by rapture of geographical faults but also by other events such as volcanic عفوان volcanic activity land side mine bliss اوكي هنا وشونا راحين نديرو عدنا واحد زلاش تلاته هنا قادرة تكون اه ا اه وشيقولو جيت من طرف البشر humans اعفوان على الاقتطاعت هذي هنا عدنا نقطة ومباتيقلك ار cause هنا غير يعطي لك اع وانا تبقى ارث ويكس ارث وجبه ارث دوموندي نتبقى ارث تويكس يعني التجارب النووية هنا غير خدعات هنا وش عندك عندك تفهم غير هذي برق تفهم غير هذي الكلمة وش معنتهم وهنا يا عادي همتوا فالت but also the other events such as volcanic activities land land sites اوكي هذي هي اوكي روحوا الان للتمرين الموالي التمرين رقم 5 وش قال لك mark the intonation on the underlined words with an arrow قال لك حطنا ال intonation سوى الفليشة الطالعة سوى الفليشة الهطة يعني وقتش يطلع الصوت ستاعك وقتش يهبط الصوت ستاعك شوفو هنا يرى نشوفو بالكاين فاصلة هنا فاصلة هنا بعد هنا عدنا end يعني عدنا قائمة كتكون عدنا قائمة مثلا نقولو محمد خالد سامر وأحمد يعني قائمة أشياء وش قال لك environmental degradation in urban areas includes industrial pollution contaminated water indicated sanitation and waste management كتكون عندك قائمة كما هكذا وقبلها كين end باش تكملنا القائمة اللي قبل ال end دائما ديرهم الفليشة كامل طالعة اوكي واللي تجي بعد ال end ديرنا الفليشة هابطا مثلا يعطي لك قائمة طويلة وبعد يدير لك هكذا يعني ما عطالكش end اللي تغلق لك القائمة ديرهم كامل طالحي متحوز شفهم كتجي ال end مراها دير وش يقولولو ادير الفليشة يعني نازلة نروحوا للتمرين رقم 6 ان شاء الله ما يجيش برك الفيديو طويل ولكن انا قررت يعني باش نقولولي باش نختصر لكم كامل يعني اللي ممكن يديروهم لكم في اللافل هنا نفس الشي عدنا قولولي noun و adjective اوكي هنا عدنا threatening هنا ing نزيدوها لل adjective مشي ل قولولي ما زيدوهاش عفوا لل noun هنا threatening نحوسوا عليها نحوسوا على النoun النoun تحها يعني threat اوكي ثلاث نحي لقعت كالإضافة power تحط power عادي powerful اوكي powerful نزيدوها الفل اللي نزيدوها لل adjective poisonous poisonous اللي النون التاح هنة poisonous هي نفس نفسها النون اوكي اوكي disaster هنا عدنا the noun disaster هنا نزيدوها أوس واحد اخر disasters اوكي رحوا نشوفوا التمرين الموالي التمرين رقم سبعة وش يقول complete the dialogue هنا بزيف تلاميذ يلقوا مشكل مع هذي هنا رحوا مباشرة للفعل التعنا الفعل التعنا وين يبدأ يبدأ منا أس نقرأ many people suffer from respiratory رحوا الفعل التعنا هو suffer اوكي نقدر نكتب هكي شوفوا هنا المعنى تحت الناس بزيف تحاني من مشاكل تحت النفس هنا وش نقول نقول الناس من وش رح يتعاني من ماذا what what do people suffer from لأن الإجابة تحية هذي الإجابة هذي اللي نحاوس نستأل عليها رح نقول what do people suffer from what do people suffer from ومتنساش علامة الاستفهان اوكي هنا علش درت do وما درت did تعال الماضي ولا ما درت does اول شي عندنا كتكون عدك عفوا كيكون عندك الفعل في المبارع يأما تستعمل do يأما تستعمل does هنا غير تشوف الفعل تاعة يدخل لراسك دول داز وم بعد تقول الخير دول داز شوف الفعل تاعة الفعل تعير هو جمع ندير do الفعل تعير هو مفرد ندير داز مع I ندير do نروح للجملة الثانية ونحاول نصنع السؤال تاعة اوكي قال لك these هذي جمع disasters are caused by pollution atmosphere هنا قال لك باليصف هذي الكوارث تجي مع التلوث تاعة الكلمة تاعة atmosphere راح تلي الجو الغير في الجو ولا اوكي هنا راح نقول ما هي الحاجة اللي سببت disaster اوكي هنا نفس الشي نقول what هنا اعطالنا r نعاود نسأل r اوكي هنا ما اعطالنا دير الفعل do does ولا دي هنا يعطي الفعل المساعد حط الفعل المساعد اوكي نقول what what are what are عطاولنا هذه what are these ok these what disasters these what what are these disasters d disasters caused by وخلاص caused by على ما تستفهم هذا راح نسأل علي فهمنا نروح هنا عدنا ناو مدام اعطالك كلمتنا ويعني راح ادي لي السؤال yes or no question قال لك no the country is not polluted as the town the countryside قال لك يعني الريف مش ملوذ كما المدينة هنا عدنا is مدام عدنا is راح نبدأ بها هنا نقول is وشنو the countryside is the countryside وصيد كلمة هذه يعني هذا برك ما نكتبوهاش is the country هذي النور الثاني ما نكتبوهاش is the country site polluted as the town وعلم تستفهم polluted as the town وعلم تستفهم متفاهمين التمرين الموالي تعنا قال لك complete sentence b هذي نفس شوفوا هذي نفس السؤال اللي فجتناه مقبل صنع لي الجملة b بحيث انها تعطينا نفس المعنى تع sentence a وش عطالك هنا we can create environment clean industries شوفوا ومبعد هنا في الجملة الثانية اعطالك هذه العبارة اللي رايجيب على الاخر قال لك environmentally clean industries هنا رح ندير direct in pasive active وش رح ندير هنا مدم عندنا الفعل هو can can زائد الفعل القاعدة وش تقول هذا زائد هذا تعاود تحط اللي عادي في الجملة وش ندير بي can be والفعل تحط في past participle create والتصري والتصريف الثالث على الفعل التصريف الثالث على create نزيد لإيدي لأنه regular verb وش ندير environmental clean industry can be كما قلت ترجع by us من طرف نم داكو هنا وضع الاخرى كيميكولز هاف عندك هنا قادر يتبدل هاف قادر يتبدل الى هاز الى عطالك مفرد مفرد الى عطالك هنا جمع هنا مفرد او هنا مفرد هنا مفرد هاف بينا هاف بينا هاف ديس شارج ديس شارج ديس شارج هاف هدا الفعل ديس شارج وشنو باي وات شكولي كانو هو يدي شارجي هادو باي فاكتوريز 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 وين ان ريفرز تحب تزيد هذي ان ريفرز تحب ما تزيد هاش عادي خلاص نروحوا الان للجملة الموالية هنا هذي جملة ماشي مغايرة قالك انه ممنوع ترمي الاوساخ في الغابة هنا اعطالك هناك هناك فاكتورو جملة هذة وجزء الثاني تحب الجملة هذي if people not use technology appropriately it to become هارم فول هنا وشنا راح نديره الفعل تعالى اللي نحطه في المضارع والاخر في الفيوتر هنا وش ولينا people if people do not do not use technology appropriately it will become هارم فول يعني هذا التوقع يكون عندك توقع الدير اللولة في المضارع والثانية في المستقبل الجملة الثانية the experiments to be successful فاصلة if you follow if you follow the instruction يعني التجربة راح تكون ناجحة إلى التبحث يعني للتعليمات هنا وشنا راح نديره شوفوا if وراء جاية يعني نديره اللي موراها دائما يجي مضارع واللي آخر جي في الفيوتر يعني نوش نديره هذي تبقى كما راح ي follow لو كان تكون عندك هي ولا شي ولا ات ولا اسم في المضارع زد لها s هنا مدام عدنا يورا هجمع منديروش to be وش ولينا will مستقبل will هذي نحو will be متفاهمين خلاص نروحوا الآن للتمرين رقم عاشرة قال لك mark the stressed syllable in each word in the following list عدنا حطونا stress وين جاي بكنا نقراركم وتو ما حاولو تخرجو technology ما نقولوش technology ما نقولوش technology تيك technology يعني راهي جايتنا داكو اللي يخلاصو بالوا يحسبو واحد زوج الثالثة ديرو فيها evaluation عندك حسب واحدة قبلها اوكي evaluation اوكي هذي عدنا هنا visual visual في هاتو السيلابات ندرو visual هنا يجي stress syllable هنا يجي اوكي epidemic تجي في الدين خلاص متفاهمين epidemic هنا يجي اخر تمرين قال لك classify these words according to the number of their syllables نشوفو العدد منتع السيلابلز classify these words according to the number of their syllables السيلابل تعدو دائما وين يكون عندك الفاول لما يعرفش الفاول هما a e i o u اوكي هذي كل ما يكون عندك او وشي يقولو لو فاول راي يعتبر عندنا سيلابل كيكونو زوج فاول مع بعضهم تعدهم فاول واحد برك اوكي هنه نحسبو تي واحد زوج ثلاثة اربعة هذي فيها فور سيلابلز اوكي فور سيلابلز هنه عدنا فاول واحدة عدنا وان سيلابل هنه عدنا كوم كوم بيو تر عدنا ثري سيلابلز وانه عدنا كونترول عدنا ثو سيلابلز اوكي يعني حسبوها على حساب الفاول اللي عندكم اوكي ولكنه عدنا زوج فاول واحد قدام واحد يعتبر فاول واحد اذا كانت هذي المراجعة ان شاء الله تكونوا فهمتوا لعندكم اي سؤال اي استفسر خلو وليف لي كومنت نقول السلام عليكم ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله